من بداية سورة طلعت آلاف المظاهرات نتذكر بعضها وبيغيب عن بالنا الباقي بس يلي أكيد ما رح ننسى هو الصوت الأول للحرية بتاريخ 17-2011 صار شي لأول مرة من زمان بيصير بدمشق بيومها اعتدد الشرطة على الشاب بسوق الحرية وطلعت مظاهرة عفوية مناصرة إله جمع مئات سوريين وبلشوا يهتفوا لحد ما إجا وزير الداخلية وقال لكن محاولات النظام لكتم صوت الحرية ما نجحت وبهذاك اليوم كتب أطفال درعة على حيطان مدارسهم شعارات بتقول يجاك الدور يا دكتور فاعتقلهم الأمن وأتراحوا الأهالي طالبوا بولادهم أهانوهم العناصر بشكل كبير ورفضوا يطالعوا الأطفال فطلعت أول مظاهرة بدرعة ومشيت باتجاه جامع العمري بتاريخ 18-3 وستمرت المظاهرات والاعتصامات بساحة المنجد حتى اقتحمت قوات النظام الجامع لفض الاعتصامات فخرج أهالي درعة وأريافها يوم الأربعاء 23-3 بمظاهرة تسمى فزعة أهالي الحران وقابلها النظام بإطلاق النار ووقع عشرات من الأصابات والشهداء بمجزرة تسمى الأربعاء الدامي امتدت المظاهرات للعديد من ندن السورية لكن النظام السوري من البداية أظهر كل وحشية في قامع المتظاهرين هذا العنف اللي استخدم النظام ضد المتظاهرين أدى لوصول المظاهرات إلى كل المدن الرئيسية في سوريا طبعا كل هالشي صار والثورة الساعتها سلمية 100% إذا حابين تعرفوا كيف وليش صارت السورة مسلحة تظرونا بفيديو القادم